أفضل عشر ألعاب على الأبلاركيد لك قبل ما نبدأ لا تنسون وضعوا اللايك واشتركوا بالقناة والحين خلونا نبدأ في المنقذ العاشر معنا لعبة سنيكي ساسكواتش لعبة سنيكي ساسكواتش هي لعبة تجسس بسيطة تلعب فيها بمخلوق طفيلي يعيش حول المخيمات ويقوم من النوم كل يوم ويقعد يسرق أكل الناس اللي جاي تخيم في الغابات مبدئيا مهمتك هي أنك تعبي بطنك حتى يجي الليل بعد أن تروح تنام ومع الوقت بتحصل الفلوس وتبدأ تشتري أدوات تفتح لك المجال في تطبيق أمور مختلفة مثل استكشاف كهوف والتزلج على الثلج اللعبة ما تقدم شي مختلف وغريب لكنها ضريفة جدا ولعبة ممتعة تقدر تلعب مع عائلة أو تقدر تخططون مع بعض فيها مسار كل يوم مغزة التاسع معنا لعبة أوفرلاند أوفرلاند بتعتبر لعبة استراتيجية بأدوار متتابعة هدفك في الحياة هو النجاة فقط تبدأ اللعبة لوحدك في مواقف معك سيارة وما فيها بنزين ولازم تدبر نفسك من هنا تقدر تروح دور عن بنزين ولا موارد تساعدك في النجاح في كل جولة أو تكلم أحد حتى ينضم لك لازم تكون حذر جدا في قراراتك لأن من بعد الجولة بيجونك مخلوقات غريبة يحاولون أن يقتلونك اللعبة تشدك في نفس الوقت تشد عصابك وهي منه على الألعاب الإدماني اللي بيخليك دائما تفكر فيها وفي الخطوات اللي تسويها لعبة وير كارتس فول لعبة وير كارتس فول تعتبر لعبة مغامرة جميلة بفكرة مميزة ورسوم رائعة تعيش فيها برحلة مع فتاة ويتمر في مراحل مختلفة من حياتها كل منطقة توصلها في اللعبة بتحصل فيها على حزمة كروت تقدر تستخدمها حتى تبني بيوت بأحجام وأشكال مختلفة وتساعدك في قطع مناسبات كبيرة فكرة اللعبة بسيطة أن تكون موجود في مكان وهذا المكان مقفل عشان تطلع منها لازم تحل الغاز في المكان هذا باستخدام الكروت الموجودة في المكان نفسه يعني جداً ممتعة في الموقع السابع معنا لعبة كريكت ثرو ذا ايجيز كريكت ثرو ذا ايجيز تعزب لعبة كريكت غير تقليدية أبداً حتى لو معندك أي تمام في هذه الرياضة لازم تجرب هذه اللعبة كل جولة تحط شخصيتين أمام بعض وكل عليك تسويه أنك تهزم الخصم اللي قدامك وفكرة اللعبة جداً مسلية فكرتها أنك أنت ترعب بشخص وفي واحد ضدك يعني يكون كمبيوتر أو يكون لاعب ثاني آخر ولا عليك تسويه أنك تحط أصبعك ورح يجهز أن يرمي الكورة بعينما تفك أصبعك رح يمي الكورة على المدى اللي أنت ربعت في أصبعك يعني اللعبة فيزيائية تماماً وهدفك أنك تضرب خصمك أو أنك تصد الكورة مرة أنت بتكون ترمي الكورة ومرة تكون أنت ماسك المضرب طبعاً من اسمها رح تنتقل عبر الزمن وتشوف أشياء ما لها دخل باللعبة كريكت لكنها كوميدية سوف يزيعي تلعب اللعبة اللي قلنا لكم عنها والأزمان اللي ستنقل فيها في هذه اللعبة ملك السادس معنا لعبة سايونارا ويلد هارت سايونارا ويلد هارت وصفها لفريق العمل أنها عبارة عن لعبة أو هنقول ألبوم موسيقي بوب متفاعل هذه النقطة بتلاحظها بشكل سريع لأن اللعبة تبهرك موسيقاتها ومؤثراتها الصادعة اللي تحسسك أن أنت داخل حفل موسيقي أسلوب اللعبة يخلط من بين ألعاب الرذم مع أنصر ركب بشكل مستمر التركيز على المحاولة في وزن الإيقاع في لحظات معينة وتجنب العقبات أعطى لعبة طابع مميز ممتكرة هذه الناصر كلها تجتمع وتقدم أسلوب لعبة إدماني يخليك دائم متعطش للمزيد من ما تقدم هذه اللعبة مركز الخامس معنا لعبة بليك سورت بليك سورت رعبة أكشن بسلوب قتال ممتع ويستعمل بس أصبعين كل مرحلة عبارة عن شاشة واحدة تحاول فيها تتخلص من الأعداء اللي يطلعون لك وطريقة التحكم منك عشان تبعدن الأعداء تسحب أصبعك على الشاشة وإذا بغت تضرب ضربة خفيفة أضغط أصبعك على الشاشة وبعدين أسحبها الضربة الثقيلة خل أصبعك بفترة أطول للشاشة وبعدها أسحبها على التجاهلي تغيير التوجه الفني جدا بصير لكن المفاجأ هو حماس القتال في اللعبة الاعتمد على موازلة عداد الحيوية وتفادي ضربات العداء حتى تحصل على وقت مناسب لضرب خصمك كثير من الناس اللي لعبوا هذه اللعبة شبوها باللعبة دارك سولز فيما كالزرابع معنا لعبة What the golf What the golf هي أخرف لعبة غولف صنعت مبدئيا تلعبها مثلا لعبة غولف لكن بعد الجانب الأولى تشوف جنون اللعبة في مرات اللعبة تطلب منك أن توصل كرة الغولف إلى حفرة لكن بجو الناس يقطعون منك الكرة أو جالس تجهز ضربك كرة الغولف ولما تضربها بتلاحظ بأن هدفك هالمرة بتوصيل الإنسان اللي تلعب فيه إلى الحفرة وتدعي تضربها مثل كرة الغولف حتى يوصل للحفرة كل مرحلة في اللعبة راح تفاجك بغربتها وتقدم أفكار من ألعاب قديمة في المركز الثالث معنا لعبة Assemble with Care هي لعبة حصرية على خدمة أبلاركيت من تطوري فريق أستو اللي قدم لنا واحدة من أفضل ألعاب للغاز على الجوالات وكانت مانيوم انتفالي هذا العنوان الجديد بيركز على طرح حكاية مختلفة لصاحبها حل ألغاز ممتعة كل لغز هو عبارة عن تصليح أغراض متعطلة مثل ساعة أو جهاز ألعاب الفكرة توجه الفني فيها بسيط جدا وطريقة التقديم بتشدك واللعبة فيها قصة جميلة للشخصية اللي تلعب فيها كل غرض راح تتكلم عن جزء من قصتها في المركز الثاني معنا لعبة Shinsekai Into the Depth Shinsekai Into the Depth هي لعبة من تطوير كابكو وحتى الآن تعتبر حصرية لأبل أركيد لما تلعبون هذه اللعبة ما راح يخطر في بالكم انها لعبة جوال أبدا كابكو بشكل مذهل قررت تنقل تجربة مصغرة من العاب الأجزة المنزلية على هذه الخدمة أنت إنسان وحيد باقي وليطر أن يعيش في أعماق البحر بعد سقيع كارثي على الأرض راح تتجول في عالم بحري عميد وتجمع موارد وغراض معينة تساعدك في فتح المزيد من مناطق عشان تستكشفها وتقاتل مخلوقات البحر المريبة ننصح بشدة أنك تلعب هذه اللعبة عن طريق استعمال يد البي اس فور أو اكس بوكس وان اللي حين صار يمديك تشبكها في جوالك عن طريق بلوتوث بعد تحديث الاي او اس 30 في المركز الأول معانا لعبة جرايند ستون السيديو كبيرة العريق اللي قدمنا الألعاب مميزة وحدة وراء الثانية من 2008 يبدع من جديد بآخر عنان له وهي لعبة جرايند ستون وهي عبارة عن لعبة الغاز مثل العاب اللي تعودنا عليها لكن الفكرة هنا أن أنت بتكون وسط المكان والمطلوب منك أنك مجرد ما تشوف الوحوش في الشاشة ترسم مسار معين تجمع فيه الوحوش من نفس اللون والشكل وبعدين تضغط زر الضرب وتشوف شخصيتك تجلد الوحوش تشقهم تشق واحد واحد اللعبة فيها ناصر مختلفة عن العاب الغاز اللي من نفس النوع بحيث راح تقاتل زعماء وتقدصناع أسلحة هذا غير أن اللعبة فيها روح بزرعة تسميم شخصيات الرهيبة والتحريك السلس والرسوم الجميلة وهذا كان توب تن لأفضل ألعاب على الأبل أركيد قلنا نشراكم فيها وأيضا تذكروا تحت إذا في الألعاب ما ذكرناها وبنتج ربتكم الخاصة كما معاكم بعد الشيحة ياتيكم العافية المتابعة مع السلام